الى جميع السجون العراقية هنا جهاز مكافحة الارهاب يتحرك بخطة التفتيش والمراقبة والقضاء على خلايا نائمة قد تحاول الاستيقاظ لزعزعة امن العراق المصادر الامنية كشفت عن تغيير استراتيجي وتكتيك في العملية الامنية التي ينوي العراق تنفيذها لمواجهة الارهاب والعنف واثبات القدرة العراقية الامنية على الارض في الجانب الاخر معادلة متزنة جدا يضبطها الجيش العراقي للقضاء على براثين الارهاب في البلاد انجازات امنية سمعت اصداؤها خارج البلاد كما في داخله بعد ان افادت مصادر امنية ان القوات العراقية اطاحت بعنصر يشتبه في تورطه بالهجوم الصاروخي الاخير على مطار بغداد الدولي الذي الحق اضرارا بطائرات مدنية ولم يترك هجوم العظيم في سبيله بعد ان انجزت القوات الامنية عمليتها النوعية بالقضاء على منفذين للهجوم وبعضهم من اصول لبنانية المتابعة والتخطيط الامنية المكثفة المتبوع بجهد استخباري بات اليوم يسجل نقلة نوعية وضبطا للحدود والمناطق الرخوة امنيا لتمحى فكرة تراخي فيها سيما ان العراق بحكومته التي يقودها مصطفى الكاظمي وهو ذاته القائد العام للقوات المسلحة باتت تدرك القدرة الامنية والاستراتيجية لضبط المعادلة الامنية وانهاء زمن الانفلات في السلاح وخلايا الارهاب في البلاد